رد بالك تقارن بدايتك اذا كمش تبدأ تاو ومن شجعك انك تبدأ تاو اذا كلا حكيه على قياسك ربك تقارن بدايتك بموسم حصاد الاخرين فما ناس بديت عندها سنوات وعندها فترة ما تقولش أنا هاني بش ابدا غدوة وش بني ما وصلتش كيف هم في وقت قصير واحدة واحد ابدأ وخلي جي نهار ويجي الوقت الصحيحة اللي بش تقولت يا حمدول يا ربي راني في الثنية صحيحة وراني وصلت السلام عليكم هل تعلموا بان صوتك يمكن ان يضر عليك بالكثير من المال؟ كيف ذلك؟ عسلم انا فادي حمزة شكرا مجازة نونس على الانفتاسيون وش نحكيه مع بعضنا على مجال تعليق الصوتي والغرام بالاذاعة والميكو الحكاية بدأت بغرام هذا الجملة موكش تسمحها معايا نسامش يبرتجي هكا باركور متاع ساشان كو انا مزلت نتسمح للاحظة ذي مزلت كي بديت حتى كان عندي تقريبا قبل عشر سنوات في المجال هذا مجال التلفزة والاذاعة والتعليق الصوتي بوم مؤخرا اختصيت واحترفت مجال التعليق الصوتي لكن بدأت بغرام غرام متاعي كان مصغرى وقت اللي كنت نقرأ موسيقى وقت اللي كان معد العالي الموسيقى كان يعمل كونسرفاتور في شارع باريز تونس العاصمة دونك بدأت الغرام هذاك وكنت نسمع برش 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 الإذاعة وانتبع نذكر البروفمتاعي الله يرحمه الاستاذ خالد بس الله يرحمه وقتها كان يحكي مع بابا وقت اللي روح بي الوالد من حصة العود يقوله ولدك متاع هاك متاع علامة متاع اي ذاع ولا متاع تلزة يسمعني كيفاش هاك نبدأ اكتيف واك ونحب النشط ونقف وكل شي فتزرعت في بالي الفكرة هذي كأقول تين بوركوابا نوصل حتى البرميراني سوغاندير نسمع في موزايكة فام نسمع في بوبكر بن عكاشة وقت في موزايكة فام عجبتني الخدمة بتاع المعلق الصوتي بعث تميل وقت قلت لهم فادي حمزة يسلم على أصحابه بعث تميل تونكو ديديكاس كلموني صحابي من قليبي مبارشة بلايس فعجبتني لدي قلت تيان اها هو الوبجيكتيف متاعي ان شاء الله بش نخدم اني نولي موذيع نولي اعلامية في الاذاعة الانسان اللي يخدم بسوته ويكون انسان متخصص ومختص في مجال هذاك اللي عنده القدرات اللازمة والكافية باش انه يوصل باحساس معينة ويقدر كما يقوله النوع المعتمد في قراءة بعض النصوص ويفهم انواع النصوص اللي تكون عنده بعض التقنيات خاصة خاصة مخارج عروف سليمة والتنفس السليمة متاعه انه يعرك فيش يقدر الاحساس في قراءة النص انتاعه اللي مايتشرطش فيه جامال الصوت على قد مايتشرط فيه انه صوت متدرب وهذا الفرق فالمجال هذا ايه هو مجال كما قلنا في الداخلة ينجم يكون مجال عمل فالنجم نلقاه برشة معلقين صوتيين او برشة ناس تمتاهن مجال التعليق الصوتي سالو ماما وجامال باش نخرج وكرة متاعنا الكل وننفستيو المهارات متاعنا الكل كان عندك حاجة تحب تعملها ولا انت قادر باش تعملها فالو غزاح مش نحكي كان فلوس نحكي فالو غزاح حتى مع الناس اللي دارا بك حتى مع العباد اللي تعرفهم ولي يعرفوك حاول ثمن اي مهارة عندك وديما تعلم حاجات جديدة وديما حل وظنك انك تنجم تسمع نصائح خضنا صاحب عند الناس اللي تحبك بالرسمي ولا الناس اللي تنجم تفيدك دا بخير الاكسبرينس متاحة وتوكل على ربي وبدأ وان شاء الله بالتوفيق لناس كل تابعوني على جوهر الفام وتابعوني بطبيعة في اللو كوتش انا فادي حمزة شكرا لكم بقية